موسيقى 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 ما قدر ليش الملابس النساء يعني ما تنفهم يعني هسه هذا قميص واحدة هسه هذا تنمر لو يعني انتقى لا والله لا والله حتى نعلم اسأل اسأل هسه هذا يلق فوق قميص لو هو قميص لو شو لا هذا قميص مختصرة انت مختصرة اكثر من شغلة هي الفيكة ذا القميص ليشي حلو بالمناسبة هاي حركة حلوة هذه السلاسل تمامي ذكر هذه الاشياء ذا القميص ايه اكو تيجي بيها هاي مودا ما التسعينات اكو بالتسعينات نزل هجي شي يا راحلين تاركيني كانت تغني ملحاتها من عراقي انا ما اذكر ما ملحك علي ايه احنا تشلنا صغار احنا اجمل الصباحات مشاهدينا وين ما تكونون متابعي برنامج صباحكم على اليو تيفي نقولكم احلى صباح نرحب بكم بحلقة جديدة من البرنامج ونبدي اول الفقرات هي عدكم خبر ونشوف شنو اخر واهم الاخبار ببلدنا الحبيب البداية من مصرف الرافدين قرر شمول الجرحة من منتسبين القوات المسلحة بالسلف الشخصية التي اطلقها المصرف مؤخرا عبر فروعة المنتشرة في بغداد والمحافظات واضاف ان السلف تبدأ من خمسة ملايين دينار حتى الخمسة وعشرين مليون دينار وفق الضوابط والتعليمات طبعا الى مصرف اخر وهو مصرف الرشيد حيث اعلن عن حذف اسمه من قائمة العقوبات الدولية لمثاق الامم المتحدة والتي جاءت بموجب الوثيقة الصادرة في 18 نيسان لهذا العام وقال ان هذا القرار قد اعاد مصرف الرشيد الى مكانته اللي يستحقها في المجال المصرفي اعلنت وزارة الاسكان والاعمار نجاح تجربة مشروع المدارس الوطنية ذات الالف مدرسة طبعا هنا الاتفاقية العراقية الصينية بناء على تقييمنا كلجنة عليا لبناء المدارس اضافة الى تقييم المتابعين والمهتمين بالشأن التربوي بالعراق طبعا الوزارة اوضح توسيع المشاريع مع الجانب الصيني لتشمل قطاعات النقل والطاقة وغيرها من المشاريع المهمة مشيرة الى ان مشاريع الاسكان بالعراق تحت سيطرة وزارة الاعمار والاسكان من ناحية التصاميم وتدقيقها حتى الشركات الاجنبية والمحلية التي تباشر باعمال السكن عن طريق الهيئة الوطنية للاستثمار بفروحها في المحافظات ترجع لوزارة الاعمار طبعا الى مديرية المرور العامة حيث اكدت تجديد العقوبات على الدراجات النارية او الدراجات النارية بالاضافة الى القيام بحملة غير مسبوقة بحجز جميع الدراجات واحالتها الى القمارق لعدم تسجيلهم وتجول بها واضافت ان المخالف راح يتم احالته على مركز الشرطة وخاصة من الذين يحملون شخصيا او شخصين اكثر على دراجة واحدة لان اكومرات صراحة دراجة هي بتشوف صعدين بها اربعة ما اعرف شون يعني هاي القضية فيزيائية كيميائية ما اعرف شون طريقة مشيرة الى انه تم حجز اكثر من 1500 دراجة خلال يومين بواقع 750 دراجة باليوم بالسياق ذاته قالت المديرية مديرية امر من عمليات بغداد والمنصوص به حضر تجوال الدراجات يكون من الساعة السادسة مساء الى الساعة السابعة صباحا باستثناء دراجات التوصيل اللي هي الديليفوري واضافت ان هناك نوعا من الدراجات اللي محركاتها اقل من 60 سي سي تعرف باسم زهنبورة لا يسمح بتجوالها مطلقا لانها مستوردة على انها اللعاب اطفال وهذه كانت اخر اخبارنا وهذا نروح الى فقرة المرور ونشوف حركة المرور في شوارع العاصمة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ومن اخبار المرور الى حالة الطقس المتوقعة لهذا اليوم في عموم محافظاتنا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وتعرفنا على كل هذه التفاصيل لازم نروح فاصل حتى نبلش حواراتنا مع ضيوفنا بالمواضيع المهمة خليكم يا نا احصاءات مروحة عن حوادث المرور بالعراق اظهرت هذه الاحصائيات لدائرة الطب العدلي انه قرابة عشرة بالمية من الوفيات مسجلة طبعا بطريقة كبيرة وبأعداد وارقام كبيرة وخطيرة لذلك احنا اليوم نريد نناقش هذا الموضوع مع المختص بالمرور العامة وعن انطلاقا من هدف تحقيق اعلى قدر من الانسيابية بحركة المرور العامة في سبيل معالجة هذه الاختناقات المرورية اللي دانعيشها خاصة في العاصمة بغداد والحديث عن ذلك رح يكون ويانا مدير قسم الاعلام في مديرية المرور العامة الاستاذ زياد القيسي اهلا وسهلا سيد العميد اهلا وسهلا بجنابكم الكريم وبقناتكم الكريمة اهلا وسهلا بجنا مرحبا بجنا بداية خلينا نحكي عن شون سبب تزايد هذه الحوادث اللي موجودة في العاصمة خاصة اللي دايشوف ارقام دا تزداد يعني سنة بعد سنة دا تزداد نسبة الحوادث شكرا جزيلا لجنابكم الكريم ولقناتكم لتسليط الضوء على هذه البشكلة والاشتراك مع مديرية المرور العامة ببرنامج التوعية من خلال القنوات الفضائية وقناتكم الكريمة اكيد الها سبق بهذا الموضوع اخي العزيز واختي الكريمة والمواطنين اللي يشاهدون عبر شاشتكم نعم مديرية المرور العامة تعمل على تنظيم حركة السير والمرور في كافة الشوارع الرئيسية والتقاطعات والساحات اكيد وكذلك تعمل على تنظيم عملية تسجيل للمركبات ومنح بطاقة التسجيل او ما تسمى بالعامية السنوية كذلك اصدار بطاقات اجازة السياقة وفق القانون منصار عمره 18 سنة فما فوق هذا الموضوع الشغل الشاغل والاساسي لمديرية المرور نجي الى حركة السير والمرور اللي من خلالها يصير الحوادث المرورية اكو اسباب للحوادث المرورية تتلخص هاي الاسباب بمثلث المرور اللي هو يترأس السائق والمركبة والطريق زي هاي ثلاث محاور هي سبب الحوادث السائق والمركبة والمرور والطريق من نسبة للسائق اذا كان السائق ملتزم بتعليمات المرور ما يصير حادث لكن السائق اللي يسوق بتهور ورعونه وسرعة شديدة لحيسبب حادث السائق اللي يمشي عكس السير عكس الاتجاه اللي حيسوي حادث اللي ما يمتثل لإشارة رجل المرور سواء كانت الإشارة الضوئية أو إشارة رجل المرور اليدوية هاي وحده شغلة ثانية بالقانون بقانون المروري رجاء إشارة رجل المرور اليدوية تلغي جميع الإشارات الضوئية لأن الرجل المرور هو أعرف بتنظيم حركة السير والمرور مو مثل ترفك لايت ترفك لايت بي ألكتروني صح أعلم بي في بعض الأحيان أنت من جاي من مسار معين وهو المسار أصلاً فارغ يمشيك فيمشي رجل المرور هو أعرف بتنظيم حركة السير والمرور عندك قسم من السائقين هم سياقة سريعة أو هم اجتياس خاطئ من جهة اليمين وخصوصاً بالطرق السريعة فهذا سبب رئيسي من أسباب الحوادث هاي بالنسبة للسائق نتحول على المحور الثاني هو محور المركبة قسم من السائقين لا يشيك الإطارات من يطلع ولا يشيك البريكة أو الفرامن المركبة موالتها في بعض الأحيان متهالكة وتشوفون قسم من سيارة وخصوصاً سيارات الأجرة بالإضافة إلى عامل السرعة يعني اليوم أنت من سيارتك تشوف المعدن مالها خفيف ما تتحمل السرعة ما تتحمل السرعة لأن السرعة تضطي خفية للمركبة أكثر نوبات إحنا بالمصطلح نقول شوف هاي السيارة والله تهفي بالسرعة هاي تهفي لحيقل وزنها وبالتالي تسبب حوادث مرورية إذن أمن ومتانة المركبة هو سبب من أسباب الحوادث المرورية نتحول على المحور الثالث اللي هو الطريق تعرف قسم حالياً هس الطرق والحمد لله والشكر بدأت أمانات بغداد وبلديات المحافظات بإكساء أغلب الطرق وخصوصاً بالعاصمة بغداد لكن أسباب من السبب الرئيسي إنه التخسفات عدم تأثيث الطريق بالعلامات المرورية بصورة جيدة مطبات موجودة مطبات موجودة عفواً وماكو فد إشارة تنطي للهذا للسائق للسائق في بعض الأحيان أعمال صيانة ما تضطي إشارة للسائق عن بعد في بعض الأحيان أكو سائقين تأطى المركبته على جانب الطريق ما يخلي إشارة للسائق الوراء مثلاً يصير عدة بنشار خليل نقول لوريو صار عدة بنشار ما يخلي لفد مسافة مثلث أو خرطوم أو فتايا أي إشارة فيسبب حوادث السياج الأمني الذي يفصل بين الشارعين والسائدين أو الشارعين أو المسارين وبالأخص بالخطوط السريعة قسم منها ما موجودة بالإضافة إلى تخسفات الطريق والسرعة الشديدة وعدم انتباه السائق يعني مع احتراماتي لكل السواق إحنا أغلب الناس من تريد السافر تطلع خارج بغداد السواق كانت للمناطق الشمالية أو الجنوبية من يأخذ واحدة من السيارات لازم يشاهد ويسعد بالسيارة تعرف سرعة شديدة لازم يشوف القيتش ميتين لازم يقبل خلي بعدنا ما نحكي على المحافظات لأن الطرق الخارجية بصراحة لدينا مشاكل كل الشبيرة بي نعم نعم خلينا نحكي داخل بغداد نحن اليوم لدينا قرارات جديدة قانون المثلث يسري على كل المحافظة فعلا بس قصدي على الأقل شوية شوارع بغداد أهون نعم من خارج بغداد نعم وقدت لك سابة عملية إكسال كافة شوارع بالنسبة ورفع المطبات واليوم توجد لجنة نحن أكو مشكلة نعم من يريد أكوفت خط على مودي اللي يستدير من هذا الجانب يخلو لك مخاريط حتى ليصير هذا الازدحام يعني شيء ازدحام واقف ساعة على مودي أو أكو شخص يطلع من هذا الطريق هذا ما عندنا بغداد هاي سببين اي السبب الأول عدم امتثال السائق لآداب الطريق هاي آداب الطريق الاجتياز الخاطئ من جهة اليمين ترى العالم كله ما اكو يلتزم بأداب الطريق يلتزم بقوانين الطريق لا يلتزمون آداب وقوانين الطريق لا آداب اكو آداب اكو آداب الطريق الانسيارة العميدة القانون يسمحيلي اسمحيلي اكو قانون وديه يطبق القانون وبالتالي ده تفرض غرامات على كثير من السائقين بس اكو سائق عنده أداب طريق هو يلتزم طوعيا هاي واحدة شغلة الأخرى التأثيث مو من مديرية المرور صحيح التأثيث يخص أمانة العاصمة وبلديات المحافظات توجد لجنة واني هذا اللي ردت أقوله وانت سألت توجد لجنة تسمى لجنة السلام المرورية العليا اللي ترأسها السيد وكيل الوزارة لشؤون الشرطة الفريق عماد محمد محمود والعضل الأساسي بهذه اللجنة هو مديرية المرور العامة وأمانة بغداد وبلديات المحافظات ومديرية الطرق والجسور ووزارة البلديات ووزارة النقل وبعض الوزارات المختصة بهذا الموضوع المقترحات والاجتماعات مستمرة بحيث شنو اللي يشوفه رجل المرور بالشارع مناسب مناسب يطرح من خلال هذه اللجنة العلاجات للحوادث المرورية والعلاجات للاختناقات المرورية وهذا جنابك الكريم إذا تلاحظه تشوف يعني صارنا تقريبا خمسة شهر أو ستة شهر بدت أكو شوارع مثل شارع أبو نعاس نعم انقطع بسياج حديدي مؤقت خفف الزخم صحيح عندنا مثلا صارت اقتراحات كثيرة لفك الزخم والاختناق المروري إن شاء الله راح تباشر عمانة بغداد بإنشاء تقريبا 13 مجسر في بغداد والطريق الحولي أو الدائري في محافظة بغداد كذلك راح يباشرون بالقطار المعلق زين عندنا مشكلة بالجادرية مثلا نزلت الجسر والجادرية وجامعة بغداد نعم صار اتفاق ويا جامعة بغداد جامعة بغداد حدلت الحدائق اللي ورا السياج إذا تنتبه عليها نظفتها وحدلتها لحيصير قراج هذا القراج السعة ما تتقريبا 5 ألاف سيارة نعم فكل الطلاب اللي يجون بسياراتهم اللي جامعة بغداد لحيطبون وين بالقراج بالقراج أنا مجدد تخفف الزخم وبالأخص المناطق المكتظة بالسكان والتبضع مثل منطقة المنصور هسا لحيينفتح القراج اللي بالمول بالمون المنصور نعم الشغلة الأخرى نحن عندنا مشكلة بالقراجات صراح يعني القراج هس 5 ألاف دينار و بس المشكلة الساد وتحكيو يا بالقراج تقول لي يعني أنا عندي 5 دقائق هنا شغلة ياخذنا 5 ألاف دينار هاي اختصاص أمانة بغداد لكن نحن ننوح على هذا الموضوع أنت جبت المناطق الشمالية والالتزام بيها نعم أخي العزيز المناطق الشمالية من بعد 2003 استحدث بدت تنشئ يعني أنت عندك هسا قطعة قاع مدينة باسماية كانت صحراء شون صارت عندك قاع أنت مشكلتك في بغداد بجانب الرصافة والكرخ تصميم مدينة بغداد هو تصميم قديم تصميم بريطاني تكون الشوارع ضيقة والتقاطعات واحد متصل بالثاني بحيث من تدخل بشارع ما تقدر تنهزم من عنده فعلا فتشوف الكرخ ما بيزخم الرصافة بيها زخم كثرة المركبات يعني الشارع كان مخصص إلى مئتين إلى مئتين وخمسين ألف سيارة قبل 2003 هسا عندنا أربعة مليون وكسور سيارة والشارع نفسه خوش عشي هاي واحدة العفو جنابش تتكلمين وزارات الدولة كلها وين بالرصافة بالرصافة الكليات بالرصافة بالرصافة أكثر شيء زين أكبر مركز تسوق بالعراق تجاري وين شورجة شورجة كلها بالرصافة شورجة وشارع عفشيد والسوق العربي كلها هذا الشارع كلها بالرصافة البنك المركزي مصرف الرافدين عندك ساحة الطيران من ساحة الطيران باتجاه الشيخ عمر أكبر مجمع صناعي في بغداد زين مو صحيح هذا كلها سبب من أسباب الزخم المروري أنت قل لي من توصل التقاطع ما تلقي شرطة مرور هذا ذنب له إذا ماكو شرطة مرور بتقاطع نعم ما تلقي الصباح ما تلقي الصباح ما تلقي الصباح ما تلقي المزيد أكيد أبداً ما نقول أكو تقصير من المرور نعم إن شاء الله ماكو تقصير لا لا بالعكس بهذا الحار وبالبرد وبالمطار موجود رجل المرور بسية لترام بسراحة بسية لترام بسية لترام لا طبعاً 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 نصير مشكلة بس إحنا اللي نريد نريد تطور اليوم اليوم رجل المرور لازم هو يساعده بقية المؤسسات تساعده يعني نريد الشارع يكون مؤثث بشكل صحيح علامات المرورية اللي محتاج مجسر محتاج نفق محتاج هاي التفاصيل هذا احنا بالنسبة لمديرية المرور هي مديرية لطرح هذه الاستشارات والمقترحات لأن احنا ميدانيين احنا بالشارع لكن اذا تجي على الجانب الثاني مثلا اللي نقدر احنا نسوي اي من صلاحيان مثلا سوينا اجازة السياقة الدولية زين صارت بالمرور هس سهلة وتروح للمرور وتقدر تاخذ اجازة دولية تتجول بها بسيارتك بكل انحاء العالم حلو اجازة السياقة من كانت ام الدفتر وبطاقة احنا سويناها اي صارت تسجيل المركبات من تين التفتار وشايل معاملتك وصارت الكبرى الى صارت عبر الانترنت فاحنا بالتطور عندك خاف ما تعرف يجوز ما حتح شي امشوا ايا للسيطرة بالمرور عندنا كاميرات مسيطرة على كل التقاطعات بحيث شرط المرور شي سوي بش راح نشوف سيطرين على حركة سيارة عميد احنا عندنا تقرير عن خطوات تسجيل اللوحات للمركبات خلينا نشوف هذا التقرير ونرجع احنا اللوحة اعاز من حاسبة الادخال بعد اتمام عملية تسجيل المركبة بصورة اصولية واكتسابها الشكل القانوني بكافة الاجرعات المتابعة ضمن الموقع يتم توصل الاعاز الى حاسبة اللوحات اللي بضوءه يتم تباعة اللوحة بعد تسجيل الرقم المعملي لان هاي اللوحات تحمل بالاضافة الى الرقم اللي ينطبع لها سيريال نمبر يعني كل لوحة سيريال نمبر السودع ندعو المواطن يعني لا يقفل واحدة اسبوع اسبوعين وشهر ويتحجج انه ما اكو لوحات لا لوحات موجودة او طبع احنا يوم بيوم فندعو المواطن انه يجنب نفسه المسائلة القانونية ويخلصنا من هذا الزخم الموجود باللوحات يجون يثبتون لوحات ياخذ راحته بالحركة بالطريق بالسفر لا يعاني بعد من اي اصدار وطباعة اللوحات المرورية وبكافة انواعها ان كانت خصوصي حمل اجر وغيرها كل هاي الالواح تطبع في هذا الموقع والمواقع الاخرى لمديرية المرور العامة تنتوياكم علي مروان وهي عودة للزملاء بالستوديو في مال سيادة العميد احنا كل الناس سمعنا وشفنا إذا كان بالإعلام بالتلفزيون أو بصفحات الخاصة بمديرية المرور عن قانون أو تطبيق قانون حزام الأمان والغرامة هي 50 ألف دينار صحيح؟ 50 ألف دينار نعم وفق قانون المرور بقم 6 لـ 2019 سنة 2019 المادة 25 ثالثا واو تقول عدم ربط السائق والراكب الذي بجانبه يعني ليس فقط السائق عدم ربط حزام الأمان للسائق والبصف هم يتغرى؟ ايه 50 ألف غرامة وإذا كان طفل تحت الثمان سنوات لازم بالمقعد الخلفي ممنوع طفل بالمقعد اللي بصف السائق حتى يعرفون الناس ويكون واضحة يعني واحد نساعد ابنه وين نساعده؟ ليه وراء؟ حياته إذا أمكن الأخ المخرج يطلع ليهاها حياته يعني واو خلي تشوفها الكاميرا هاي عدم ربط ربط يمكن إذا هنا نتوجهها قبل الكاميرا هذه بيدك وجهها ها ها واو عدم هذه مهمة عدم عدم ربط السائق والراكب الذي بجانبه لحزام الأمان أثناء القيادة قيادة المركبة ويمنع جلوس الأطفال من ثمان سنوات في المقعد الأمامي ممنوع بعد ما يعني السائق مو بس هو يربط حزام الأمان السائق ولا بصفة زين أدري بس الطفل ليش تصعده لي وراء ليش لأن ما تسيطر عليه تصعده لي وراء وشده لحزام الأمان أو تخليه بكرسي أفضل زين هذا إذا كان صغر من ثمان سنوات لا أريد أعرف هذا من يتغرم اللي قاعد يمن القاعد هو هم السائق هو المسؤول هو المسؤول هو السائق يغرم هلو هذا رح يطبق طبعا يطبق يا يوم وقانون إن شاء الله من يوم السبت خير إن شاء الله فخيط الحزام أنت خيط أنا لا ممتاز بالحزام بس يعني صراحة اللي يقعد يمي مو دائما أي مو أشوف أخي العزيزي ثقافة التوعية يعني إحنا صارنا أربعة أيام نعم نثقف عن هذا الموضوع يعني صار لسنة نثقف على هذا قبلكم برنامج لا أبو إحنا راح نشدد هذا الموضوع حتى صورة واضحة برنامج يوتور الضيف أنا والضيف النجم الفنان أي ضيف كان لازم نلبس حزام لأنه بالسيارة فنلبس حزام دائما لتوعية الناس إنه الحزام مهم رغم إنه نحن لدينا نمشي بسرعة كل شي بسيطة هو مو قلت لك أنت لا تحكي لي أنت أقرأ أنت الفقرة ما حددوا لبس الحزام بسرعة أي ولا حددواه بشارع صحي لبس الحزام يتحدد أول ما تقعد بالسيارة ليش أنت حسب أنت تفتح سويت يقوم يشتغل 100 دقائق يصير إلا تربط حزام الأمان فما حدد القانون إلا تطلع بالسيارة بسرعة هل قد والله أنا نمشي على كيفية نمشي بسرعة خفيفة والله أنا بالفرع ماكو أنت المفروض حزام الأمان يربط أول ما تركب السيارة وتشغل السيارة تطلع من القراج أنت رابط حزام الأمان لأن حقيقة حوادث كثيرة وفيات بالحوادث لقيناها من جراء عدم ارتداء حزام الأمان وقسم منهم اللي حادث كلش قوي تكسر هو من يطلع يعني من تروح تشوف الحادث يقول الحمد لله وشكر لأمان لابس حزام الأمان صحيح سيارة العميد دائما نشوف هيدش قوانين بالبداية تكون يعني مأخوذة على محمل الجيد والاستعداد من قبل كل الضباط وحتى بالشارع نشوف أكو التزام يعني من قبل الناس وورا فترة يصير شوية تراخي يعني بعد شهر شهرين لكن يمكن احنا شفنا قرار الدراجات النارية لحد الآن قائم وأكو التزام عالي فهذا هم يمكن يخلي تصور عند الناس أنه هذا القرار المال الحزام هم رح يبقى مستمر أولا لحعرج لك على موضوع بسيط وندخل بعدين بالتفاصيل تنظيم حركة السير والمرور صباحا هذا الشغل مديرية المرور عملها الصباح تنظم السير والمرور يبدي الدوام الوجبة الأولى بالستة ونص الصباح فتتلقين اكو رجال مرور يجي بالستة ستة وعشرة ستة وربع يبدي تنظيم حركة السير والمرور من الستة ونص إلى التسعة تلقي رجال المرور من شغلين كلهم بذروة الزخم بتنظيم الحركة صحيح بعدها يخف شوي الزخم تبدي مديرية المرور تحاسب على المخالفات المنصوص بها وهذا قدام قدامكم نعم على المخالفات اللي هي عدم امتثال الإشارة وكذا وكل وحدة عندها تفاصيل من التسعة لـ 12 تقريبا ونص يبدي عندنا الزخم الثاني اللي هو حلة الدوام مثل منقول صحيح المفارز تنصب مفارز للتجديد على كل الغرامات لكن نحن نحن كل فترة نشتغل برنامج توعية على وحدة من المخالفات فهس برنامج توعية وتثقيف وغرامات لأن استفحلت عندنا مشكلة الحوادث عدم ربط حزام العمار نحن 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 لدراجات الدراجات بيها أنواع نوع يسجل نوع لا يسجل على حسب المحرك إذا كان المحرك ستين ستين فما فوق ستين سيسي وستين السرعة حجم المحرك ستين سيسي فما فوق فهي تسجل أصوليا لأن تعتبر مركبة كلمة المركبة تشمل الدراجة الهوائية والنارية تحت الستين أصلا من استوردوها هي لعبة أطفال استيرادة لعبة أطفال وهاي لعبة الأطفال ما تسجل لأن الممنوع من عبات تخرج بين الشوارع الفرعية إلى الشوارع هذه دراجات تكون صغيرة كلش صغيرة يستخدمونها الناس لصغيرة كلش يستخدمونها لصغيرة يستخدمونها الناس هذه الشغلة الأخرى شغلة الدراجات شغلة أمني نعم دائما حالات سرقة حقائب النسائية وسرقة الموبايلات وقسم من الاختيالات يصير عن طريق شنو؟ عن طريق الدراجات احنا مدام صارت بيا اختيالات خلي كاف لا لا ما نعم در وضع اتخذت قيادة عمليات بغداد قرار أنه من ساعة ستة مساء إلى السادسة صباحا يمنع من عن بات الدراجات جانب أمني ومروري واحتراما وحفاظا على أرواح الناس هذه وحدة الصحيح الشغلة الأخرى سمحت دوريات المرور والدوريات العمنية لدراجات الدليفري المعروفة المزودة بالكتب أنه تتجول على مدرزقها العالم نحن كل نشكرك الشغلة الأخرى قبل ما تشكرني لثواني سيصير تسجيد على الدراجة سوقها شخص واحد لا يصير صح هذا أهم شي لا يصير يسوقون يسوق واحد يسعى الوراء لأن اللي يسوق منتبه على السياقة الثاني يقمط الجنطة ويطلع ويقمط الموبايل طبعا أنت أكيد قاعد تحكي عن تجارب وصور شايفيها بعينكم وأحوادث كثيرة نعم نحن نحن بالنهاية نشكرك على القوانين التي ذكرتها ووضحتها للناس وغاية سنذكر بها الناس أنه يبدأ تفعيلها من يوم السبت إن شاء الله شكرا لك شكرا جزيلا مشاهدين خلينا ناخذ فاصل وراجعين وياكم أهلا بكم مشاهدين من جديد شهدة السنوات القليلة الماضية تزايد اهتمام الشباب حتى الشباب العراقي بالألعاب الإلكترونية حتى بات بعضهم وضمنهم صغار يحلمون بتأسيس مستقبلهم على ما توفر هذه الألعاب من عائدات مالية طبعا يقدر حجم عائدات العراق من الععاب والرياضات الإلكترونية بـ 400 مليون دولار سنويا ويحتل العراق المركز 57 من أصل 100 شملها طبعا التقرير هذه العائدات ستنمو سنويا بمقدار 8% خاصة وأن واحد من كل سبع أشخاص يشترون محتويات إلكترونية خاصة بألعاب وذلك وفقا لإحصاءات المنظمة المعنية للحديث أكثر عن هذا الموضوع بالستوديو سنويا المعلق للألعاب الإلكترونية واللي علق على كأس العالم للألعاب الإلكترونية محمد الملة أنا سهلا بك أهلا سهلا قلت بغداد التي أراها أن حللت بوحدتي بقيت فتاة شامخة تلك التي أكبر من جداتي جداتي جدتي هي ضحكتي هي فرحتي هي أمي وأبي ولاعب كان اسم حمود لعب العراقي فحمودي قلت خلص الكلام وحمودي سيد الكلام لعب العراقيين فهي مشاعر وحاسيش هاي اللعبة شنو كانت كانت بوبجي موبايل حلو بيناير الفات يعني قبل ثلاثة أشواء تقريبا ممتاز خلي نحكي هالساعة على الألعاب وضعها الآن بالعراق شون شوفه يعني السوق العراق قد ينمو بشكل جدا شبير تقريبا من 2018 إلى الآن بعد ما صار البيئة خصبة أكثر لما الموضوع بصورة شبيرة شون تكون خصبة يعني من بدل الإنترنت يطور من بدل المعدات تكون أسهل ممكن السوق العالمي احنا فتحنا عالية تقدر بعض الأكيوبمنت تحتاجين ممكن موجودات عندك كلاعب حتى تصير برو بلاير يعني برو بلاير فنفتح الأمور صارت البيئة خاصة بأكثر اليوم احنا توقع ترند العالم أو ترند الشرق الأوسط ببعض الألعاب ودعن ننمو بألعاب أخرى حلو زين خلنا نحكي شوي على البوب جي اللي أخذت حيز واسع ولحد هسه كون أن هذه اللعبة يعني شنو السر بيها شنو السر أن هذه اللعبة تعيش كل هذه السنوات طبعا ممكن هي قصار لها اللعبة خمس سنوات أربع سنوات يعني احتفلنا بلعيد الرابع قبل فترة أوكي شنو السر هذا اللعبة باقية ترند وباقية هي أكثر يوزرز أو مستخدمين لها من غير ألعاب يعني السر تقريبا نجاح هذه اللعبة هي سهولة التواصل أنت بكل سهولة تقدر تتواصل مع أصدقائك من داخل اللعبة استراتيجية اللعبة القريبة علينا احنا كمجتمع شرقي نحب هاي اللعب اللي يكون بها الدومينيشن وسيطرة شون أنت تنجو وسط معركة كلعبة وبعدين اهتمام البوبليشر يعني اهتمام الناشر للعبة المالك للحقوق اللعبة كل ما يهتم الموضوع اللعبة أكثر كل ما تعيش أكثر زيان هسا احنا أكثر شي بابجي عدنا عدنا بابجي عدنا لاعب محترف يعني اسم شارك بالدوري السعودي البارحة سافر بلعبة بابجي اسم الحجي عدنا لاعب بريمبو سيكس أيضا شنو بالدوري السعودي الألعاب هذه هي عبارة عن دوريات الكترونية زيان عدنا لاعب عراقي محترف بفريق سعودي هاي هي محتراف وانتقال وماركت ومريكات وشي تويل زيان شون اللعب يحترف عن طريق السكور ما تيكون عالي أو يعني يوصل مراحل متقدمة هو بداية اللاعب يبدأ ميتور لعب هاوي ينتقل انترميدية ويوصل هاي السلسلة ليوصلها يعني يحتاج أنه يبني نفسه من داخل اللعبة مبدئيا مراحل تأهيلية داخل لعبة وبعدها ينتقل إلى أنه اللاعب يقوم مشهور بعض اللاعب يدهم وكلا أعمال يودي من فريق يقل الفريق ثاني مو بس بوب جنويل هاي منو اللي يقرر يعني ريج قصدها شنو اللي قرر هو هذا قيمته أكبر عداء يعني مشاركات عداء عشيف منت نجازات اليوم عني عندي لعب بشارك مثلا بدوري أبطال العرب زين بلعبة فورتنايت مرحبا زين شقد عشيف منت حصل كم اقصاء حصل شقد ضررة بالمباراة هاي كلها تطلع على شكل الاحصائيات وهي الاحصائيات تشوفها المنظمات والفرق الموجودة وتستهدف أنا أريد هذا التالنت أنا أريد هذا التالنت اللي ممكن أنا أريد لاعب فقط ينظم للمجموعة يكون منسجم أكثر فهي كمستري وتكون سينارجي من اللعبين أكثر حلو زين أنا طبعا عندي سؤالين أول شي أنت تلعبه بجيلو بس تعلق يعني أنت صرت هسا مرحلة البرو لي يعني شدت لعب برو وبعدين بطلت قمت أعلق بس بعد تتعلق أكو متعب التعليق أكثر من اللعب جدا هم يصير عندك هذا الحماس نفسه أكيد أنا يمكن لو كان حضر لكم مقطع يعني أنت كان ضروري أنت تعيش وكأنما أنت شخص متواجد داخل المعركة زين شون تشوف هذا وتعرف الأسماء نفس كرة القدم بالضبط شون يعني يعني يجيك أكو طاقة مخراج برودكشن تيم كامل مسؤول على إن جيم والأوت جيم زين محللين ومقدم ومعلقين كلها تنجمع عنده مخرج المخرج اللي هو زين ينطيك مثلا هو أجل مشاركين أنا ينطيني لكليين فيت إيش قد مشاركين 64 لاعب يكون مثلا بوب جومبايل بعض الألعاب 6 بعض الألعاب 10 هاي الأ 64 انت تشوف منه أنا أكو شي اسمه هذا كاميرا متواجد داخل الجيم زين ودرون متواجد داخل الجيم درون افتراضي يعني هاي مكوبشنات الجيم أي أي وتتلقى في ثماني ومسؤول عليهم إن جيم دايركتر فكل ما تقطع على واحد هو يقطع هو ينطينك لي الفيد جاهز أنا أشوف اللي يشوف الناس حلو ولازم أكو سرعة بالتعليق صح هو أنت تبدأ تكتبري أكثر وكسبيريينز أكثر يوم تأخذ على الجو زين ماشاء الله أكو هم شغلة كلش مهمة ويعاني من عدها اللاعبين ما أعرف هسا بعدهم يعانون أو لا اللي هو الهكر أو شلون آني مثلا ألعب بالتليفون وغيري الخصم يلعب عن طريق شاشة الحاسبة الكمبيوتر الشاشة أوضاح الدقة أعلى يقدر يلقو في العدو أو الخصم أسرع كإي سبورت ممنوع بس الموبايل كأنت كبطولات رياضات إلكترونية فقط الموبايل موبايل أكو برامج أنت عليك أن تنزلين كلاعب يبين إذا عن إضافات بي سي ما تقدر تدخل إذا أنت كبي سي نهائيا الكل فير يعني الكل متساوي هذا انتهي هنا مني الانترنت شو والله حاليا الانترنت صار أفضل يعني بالعراق بهاي الحقبة بس تبقى مشاكل أكو مشاكل خارج عن إرادة الانترنت البلد أصلا أكو مشاكل سيرفرات يعني انتدى تلعب بطولة وهي ناس موجودين بأمريكا الشمالية فبعد السيرفر وهنا هي شيء سوي فرق القادرة تبدي تسفر اللاعبين لمنطقة محايدة تشوف أنه بعض الفرق تاخذ لاعب بها تروح مثلا أمريكا قريبة وين؟ توديهم لأوروبا توديهم الجنوب أفريقيا توديهم السنغابور هاي الدولة اللي يكون بها حتى يلعب حتى يلعب وموفرة للبيئة الكاملة المناسبة حتى يلعب زينها شنو الفائدة سبونسورينج يعني انت يعني هكو جمهور معناها طبعا شنو فائدة الألعاب كرة القدم شنو فائدة لا لا أنا دا أحكي يعني يعني هذا البطولة من يباوحها من يشوفها مهتمين فان شون يشوفوها زين أنا أضرب لك مثل البارحة أي البارحة كان أكون المينار ما اللعبة تذكرت أن اللعب أيام الكاونتر والقاعة طورت صارت سي أزقو اللعبة فشن أكو يعني لاعب مشهور جدا اسمه سيمبل البارحة كانوا يباوون البث روسي بارحة كانوا يباوون البث ثلاثة مليون شخص على اللايف زين وين هذا اللايف مالتي على بلاتفورم احنا ممكن قبل شهر من الآن شلنا على قناة تلفزيونينا على البطولة البوبجو موبايل يعني صار أكوه صدائلها قناة عربية محطة عربية كانت وأكو بلاتفورم خاص للعلام تويتش يوتيوب فيسبوك هاي البلاتفورم النصات اللي أنت تقدر تتواصل لهو الناس تكون موجود حلو أنا أريد هم أعرف أنه من اللي حدد قيمة الجوائز السبونسر أي هو شوف العملية هي عبارة عن مثلث لاعبين وسبونسرينج ومنظمين أي أنت المنظمين هم من اللي حددون قيمة المثلا هذي بطولة يعني يكون أكو ووركشوب شون الورشة أنت شنو الاستفادة اللي راح تخليها من خلال هلقد برايس بول مثلا جائزة ويبقى البطولات الرسمية فالبطولات الرسمية هو المالك اللعب هو اللي حاصل فهنا نجحنا بطولة مثلا بطولة بطولة موبايل كانت ستة مليون دولارة جائزة البطولة العالمية فرق عراق حاصل الآثمية وثلاثين ألف دولار كمركز ثالث اللي هو اليوتيوب كمنصة يدفع فلوس لللاعبين كون أن المشاهدات عالية مو اليوتيوب وبقدر ما الإعلانات اللي متضمنة باليوتيوب فيبقى أنه انت قيمر الشركة اللي تستهدف الـ Games رح تخلي إعلان إلك من خلالك أو شركات يعني الموجودة تكون أكو أرباح شبيرة أنت تشوف برأيك آخر شي تشوف أنه العراق مو اللاعبين يعني خارج اللاعبين واصلين مرحلة الاهتمام العالي مثل العالم من 2021 إلى الآن الموضوع صار شوية شكرا حلو كلش نشكرك أشكر دعمكم جدا وأمتعتنا في هذا الحوار شكرا جدا محمد نقلتنا إلى زاوية وعالم مختلف شكرا لكم مشاهدين الروح فاصل وراجعيني إياكم يلجأ كثير من من يعانون الوزن الزائد ودهون البطن إلى بعض الأطعمة التي تسوق على أنها صحية لكن الأطباء وخبراء التغذية يحذرون باستمرار من أضرار هذه المنتجات المصنعة التي تؤدي في الغالب إلى زيادة الوزن دون أي فوائد صحية وهنا يعني يكون إبرازها مع معلومتين خاطئتين عن فقدان الوزن عليك معرفته نحن نتعودين دائما إذا نريد نسوي دايت أو نبتعد عن أي شيء مشروبات غازية نستبدلها بنفس المشروبات الغازية لكن التي تكون خالية من السكر لكن هل نعرف إذا كانت هذه الأنواع خالية من السكر تزيد من الوزن أو لا أو هي لها نفس الأعراض الجانبية مثل التي تكون محتوية على السكر هذه المعلومات سنعرفها ويا خبيرة التغذية أمينة الخطيب أهلا وسهلا بيج صباح الخير عشنا دكتورة أمينة اليوم نطلب وجبة دسمة ونطلب وياها أي مشروب غازي بس دايت هل هذا الشي فعلا هاي المنتجات تكون خالية من السكر فعلا ما بيها مضار مثل اللي تكون بيها سكر هو فرق البيبسي دايت عن البيبسي العادي أو المشروبات الغازية الطبيعية عن الدايت هي في كمية السكر الطبيعي اللي كان الطبيعي تكون بيها من 10 إلى 12 ملعقة طعام سكر الدايت فعلا تكون خالية من السكر خالية من السكر الطبيعي لكن أكو بديل عنها اللي هو الأسبرتام أو السوكلاروز اللي تكون رخيصة فيستخدموها كبديل إحنا نشربها حتى لا نسمن وحتى أنه تكون هي زيرو كالاري هي بالحقيقة فعلا زيرو كالاري وهي فعلا متسمن لكن لها نفس الأضرار الصحية اللي النورمال بيها وتأثر بشكل تلبي على الشهية الأضرار شنو يعني سنجي نحكي لك أوش على الشهية إحنا أول نقطة أنه هي متسمن هي متسمن ولا بيها كالاريز ولا هي مكتوب زيرو كالاريز هي فعلا زيرو كالاريز زين لعد شنو أضرار الأضرار أول شي تلعب دور مهم بالشهية شون ما تخلي هرمون اللبتين اللي هو هرمون الشبع يتحفز بالتالي أنت رح تطلب كمية أكبر من الانتيك ما تكي من الطعام ثانيا نتحفز لي احنا نقول على السيفالك انسولين اللي هو الانسولين تحفز عن طريق الدماغ وقت اللي أنتوا تشوفون أنه أكلة طيبة أو تشم ريحة أكلة طيبة حتى لو ما تأكلها الدماغ يرسل إشارة للبنكراس حفز لي انسولين البيبسي دايت يسوي لك نفس الفقرة فمن يطلع الانسولين ما يلقي لها سعرات حرارية هي خالية لننتكر أسماء المشروبات هي خالية من السعرات الحرارية وخالية من السكريات بالتالي الانسولين يريد سكريات يريد طاقة فيخليك أنه أنت تشتهي وتطلب كمية أكبر من الطعام زين يعني هسا إحنا هذه قصد إيش نبتعد عنها من ناحية الشهية ومن ناحية الأضرار الصحية فهي حالة حال نورمل نفس الأضرار بس ما لها علاقة بالسمنة والهذه أكو دراسات بكاليفورنيا سنة 2006 لا شافوا أنه بس نقول عليها الكوريليش أنه لها علاقة مو كوزيشن يعني مو فد سبب مو مباشر شافوا أكو علاقة لا بين السمنة خصوصا على البطن والدهون الحشوية بالناس اللي شربون بيبسي دايت أو الكولا دايت أو أي مشروب دايت أي مشروب غازي زين المشروبات الغازية وين تستقر السعرات الحرارية مالتها أكثر شي أو وين تكون الشحوم بعد ما تتحول للسكريات بالبطن 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 يعني الكرش بضهوط الكرش هو سبب رئيسي في المشروبات الغازية بضهوط سبب رئيسي في المشروبات الغازية زين شنو البديل هي موالها بديل لأنه اللي أنت حتى تأخذ مشروبات غازية ممكن أن تشرب لبن أو تشرب المي أو هذا ويا عصرة ليمون لأنه احنا الهدف من نبتعد عن المشروبات الدايت هو نوع المحلة المحطوط بها اللي هو الأسبرتام زين أكو دراسات أثبتت أنه الأسبرتام ينطيك باي بروديكت أحدا منهم اللي هي الميثانول تسبب كانسر المستقبل البعيد وإلها تأثير بشكل سلبي على الأعصاب أيضا إذا أخذتها بفرقوانسية عالية وبكمية عالية ممكن هذا شيء يأثر بالمستقبل على الجهاز العصابي مو أكو ناس متعودين يعني ما يقدرون يأكلون بدون شيء سائل نعم يعني على فكرة هي أنه ناكل نشرب نفس وقت هذا فشي جدا غلط يأثر على حمض المعدة بالهضم ويأثر أيضا على السمنة يزيد الامتصاص وبالتالي نسمن أكثر فداما إحنا نقول يعني الطعام واحد والشراب واحد وينصح أنه حتى لا قابلها ولا بعدها بفترات خاصة الإدالة أي صعب أي هو صح فعلا صعب يعني ماك في الطريقة معينة البرغر يحطون لك شوية ها سوس هاي السوس تكون داما بيسوكريات حتى يكون الأكل هاي بالاتبول أو سهل البلع أي لأنه البروتين عادة نودهون صعبة البلع فهم يحطون لك هالأشياء حتى تكون سهلة البلع وتزيد زيد المال الزين إحنا اليوم نشوف حتى بالأسواق وبالعالم أنه استبدال المشروبات الغازية صار عن طريق شركات متنوعة تحط مادة الصودة ويأشياء ثانية نشوف صودة ويألبرتقال صودة ويألواع الفواكه هل هذه لها نفس التأثير؟ حسب نوع المحل باعتبار أن المشروب الغازي لكن هم كصودة بحد ذاتها الصودة هي مادة كربونية هاي المادة الكربونية تأثر على حامض المعدة وتخلي الأنزيمات اللي الله سبحانه وتعالى سستمع أنه تشتغل بهذا الحامض ما تشتغل بالصورة الصحيحة فتسبب لك عسر هذوم والمادة الغازية تأثر لك على البكتيريا النافعة الموجودة بالأمعاء فبالتالي تسبب لك عسر هذوم وسبب لك انتفاخات وغازات زين حسنا بعيدا عن الرجيم والدايت الناس اللي يعانون من السكر مثلا نعم يقدرون يأخذون هذه الزيرو؟ موجود أسبرتام هو شنو حتى أوضح لك فتنقطة الأسبرتام المحطوط هو يطيق نفس السعرات الحرارية اللي بالسكر الطبيعي لكن كمية الحلو ما تميتين من رضوع في السكر الطبيعي يع بدل ما أحط لك ملعقة طعام ممكن أحط لك غرامات جدا بسيطة من هذا المحلة كميات تختلف في ذلك هو ما بسعر حراري بس بالأخير هو نوع من أنواع السكريات وأثبت الدراسات أنه لا يرفع الإنسولين يستفز بس مو مثل الشقر الطبيعي أقل به هو لأنه كمية بس يقدر يأخذ اللي عنده سكر اليوم وعجبة يعني عجبة أكيد يقدر يأخذ الدايت أكو دايت وأكو زيرا لايت لايت الدايت أو سوري لايت لايت اللي هو دائما جماعة الدايت يأخذ وأكو الزيرا الزيرا شقر يعني شنو زيرا شقر؟ أنه ما خالين أي شقر الفرق يعني شنو الفرق الليت حاطين بكمية أسبرتام أكثر بحث بيه سعرات حرارية شوي أكثر الزيرا هو فعلا هو زيرو زيرا يعني ما بي أي سعرات حرارية وما بي شكر صح؟ ما بي شكر هو أي دايت ما بي شكر يستخدمون محلة بديل عن السكر ينطيش تعمل حلو لكن ما ينطيش الكالوريز أو السمية خلينا نقول الشقر الأصلي الزيرو شقر هو يحتوي على أصلا أي مكون سكر أو أسبرتام مثل ما ذكرتين بس بكمية جدا جدا قليلة بعد أقل من اللايت أقل بس إتي لطوقيهم ثلاثتهم ترى ما ثلاثتهم حلوين يعني جرب الزيرو الزيرو حلو هو ناطيش بالضبط هو كلش بالأسعب ناطيك فتشي كل ومرات يخبطوا بأسيلفام البوتاسيوم لأنه الأسبرتام بي مرارة شوي فيجبك نوع ثاني من المحلة يخبطوا بكل الأحوال أصلا يعني جماعة التغذية كلهم ما ننصح بيها ما ننصح بيها؟ ما ننصح بيها؟ مو صحيح؟ وتأثر بشكل جداً سلبي على الكلة فإحنا ما ننصح بيها مو بس من ناحية السعرات والسبنة أنا ما ننصح بيها من ناحية الصحة أنا دائماً اهتمامي بالصحة أكثر من الوزن زلنا البعض نعم يتوجه للعصائر وهناهم رح نوقع بمشكلة ثانية يتخيل أنه حتى للأطفال نعم تجيب هذه العلب العصير يتوقع أنه هذا العلبة العصير أهون من الغاز لا أكيد لا العصير المعلب كمية سكر كلش كبيرة كمية موات حافظة جداً كبيرة فلا أنه نفسي هاي مضرة وهاي مضرة يعني ما سوينيش بالضبط بس كل واحدة تأثيرها الضرر على جسم الإنسان يختلف أي من العصير إلى الدايت المشروبات أو حتى النورمال المشروبات إذن ما سوينيش إذن ما سوينيش أنت سرح تخلينا بزاوية المي أفضل شي المي، اللبن، العصائر الطبيعيين ذكرتها سابقاً نحن نريد نصيحة أخيرة من عندك بس تكون نصيحة شوية بيهمورونة للناس اللي متعودة تشرب مشروبات غازية أثناء جدوى اليوم ممكن فقط أنصحهم بالتقليل بالتقليل وأنصح أنه ما يشربوها ويوجبة بروتين ويوجبة لحم أو دجاج أو السمك أي شيء ببروتين ستأثر بشكل سلبي والتقليل بدل ما كان يأخذها كل وجبة ممكن يأخذها مرة باليوم أو بالأسبوع مرتين ما نمنعها كلش ولا ننطيها بفريقونسي عالي الأعتدال وممكن نستبدالها بأي مشروب ثاني من اللبن أو العصر الفراولة أو السموذي أو هاي قلتي بالبداية ما يمكنه الليمون الغازي على الليمون على أقل ما بمواد حافظة على أقل ما بها المادة الكولة التي تنطيك اللون اللي هي الـ 150 أو ما بأي شيء ثاني مثل البقية مجرد الغازيات الحيحة شأنها سأضرارها إذن بصراحة بعد أكثر منه ما تقدرين تقولي الدكتورة يعني موضوع ما بي نقاش ولا بي أي تلاعب لا شقة ولا ضعقة تلتزيم وخلص تروح لتجمع وما تشرب بسي أنا ما أشرب يعني حسنا رد نذكر شكرا للش دكتورة شكرا للش دكتورة خلينا مشاهدين بعد هذه النصائح المهمة من الدكتورة أمينة نأخذ فاصل وراجعنا إياكم طبعا بموسمها رمضاني أطلقت قناة يو تي في حزمة ومجموعة من المسلسلات والبرامج وبحسب النقاط كان أكثر ما يميز الأعمال الدرامية هو وجود الشباب وهو ما أتاح فرصة لإنتاج وجوه جديدة دخولها في عالم التمثيل ابقوا يانا بفقرة فنون جميلة واحد من أبرز المسلسلات التي أنتجتها يو تي في هذه السنة هو مسلسل وطن الذي أخذ حيز بين المسلسلات الأعلى متابعة على مستوى العراق ولعله هو المسلسل الذي أخرج لكثير من الوجوه الجديدة على الساحة الدرامية اليوم ويانا أحد الوجوه التي شاركت بهذا العمل نرحب بسجاة أحمد أهلا وسهلا سجاة أهلا وسهلا مرحبا شون السجاة؟ تمام الحمد لله زيحة أحنا جبناتش وعدش أمتحان بس إحنا ما نعرف سجاة شنو صارت أول شنتي رياضية وما زلت وإعلامية وش اسمه القروب مالتكم؟ كوين كوين لقاء على كوين حاقد لأنه ما ندخل أكثر من توجه أي صحيح أنت وين هسا؟ أنا شوف الرياضة ثم أنا تقولين هسا قانون أي مدراسة أشي عليها؟ هاي شهادة إلي بعد الأحصة المحامية طبعا العشون حلو المهم أنه أنا الأساس هو عندي الرياضة اللي هو مستحيل أنه أستغنى عنها لذلك أنه أنا دا أستعد عندي بطولات إن شاء الله قادمة بطولة عراق بطولة آسيا هذا الشيء ثابت بحياتي ومستحيلة غيرها أما بالنسبة لمجال التمثيل فأني جتني فرصة هالفرصة حبيت أستثمرها وكتشفت أنه عندي فد موهبة لطيفة اللي هي التمثيل وحبي أكمل بيها لأنه حسيت أنه أقدر أبدع به حلو إحنا شفنا هذه السنة هواية وجوه جديدة سواء بليو تي في أو بغير أعمال على غير قنوات من الشباب اليوم التمثيل هل تشوفه سهل؟ يعني أي أحد يقدر يكون اليوم ممثل؟ يعني أدوات أو مقومات الممثل حتى يكون ممثل محترف يأخذ أدوار صعبة؟ صراحة هو التمثيل ليس شي سهل نهائيا لازم شخص عنده مثلا موهبة أو إذا ما عنده موهبة يعني يطور من نفسه من خلال أنه السوشال ميديا لأن تعرفين هذا كل شيء تقدرين تتعلمين من خلال السوشال ميديا فأنا صراحة ممكن موهبة هذه المعاهد لازم تنسدي إذا أتها بس السوشال ميديا كافية لا طبعا أنا مو خرجة فنون جميلة بس أنا شون تعلمت أو شون عرفت أنا ما عند الموهبة اللي هي مثلا اللي يمتلكوها الممثلين المتميزين هسا اللي بالساحة لكن تعلمت شفت يوتيوب شفت يعني على السوشال ميديا كله فتبهت شون أصطر الرأكشونات مع الوجه شون أتفاعل بالحزن بالفرح فتعلمت من هذا الموضوع يعني مو شغلت حتى لو واحد يعني بس جرب هو أهم شي حلو يعني وانتي جربت ويا ناس يعني مهمين أكيد طبعا لهم أسمهم بالوسط الفني أكيد يعني سجاء أول مشاركة وزوجة طلعت زوجة كبير جواد شكرش يعني هذا شيء مو قليل يعني شيء شبير يعني أكيد تتعلمين من عنده وانت بالأخص إذا توقف قدام أستاذ جواد يعني هو قام من قامات الفن العراقي ما تقدر لازم تجيك رهبة يعني شعور ما أقدر أصف الكياه بس أنا بالقوم سيطر على نفسي فقل لي بابا أنت شنو خرجت فنون جميلة قلت له لا أستاذ مخرجة فنون جميلة بس أنا أحب الفن فهو يعني يتي حدي صراحة وجدي جدا بالموضوع فأني لازم شوية تفاعل ويا وأحتي ويا بس ما شاء الله يعني مكاني أستاذج ما موقف معين صراحة يعني موقف يعني هو يشلق يبحك ويعني ويعني بس يعني شوية جدي يدخل بالدور قبل المشهد كلش يعني يعفوه أصلا بواحدة من لحد ما يتقمص الشخصية وبعدين حلو حلو فأني تعلمت منها أحنا رجل هم الصعوبات الأشياء تعفين هذا عالم تقعدون من وقت أكو يعني مشاهد أكيد تتبلشون بها مساعة ثلاثة أربعة الصباح أكيد مثل ما قال فلال التزام صار عندنا مشاهد تقريبا لحد الخمسة الصباح إحنا ساعة بالدعش متواجدين باللوكيشن فتخيلي من الدعش للخمسة الصباح إحنا على وقفة وحدة لأنه المشهد ما يطلع إذا مو وقت الفجرية فعرفت شلون منايمين تعبانين كلش بس المتعة هنا كلش حلو المتعة هنا لأنه حسيت نفسي داء أسوفت إنجاز كلش حلو لم يسويتها بحياتي يعني مغامرة حسيت صحيح وقت طويل زائد تعبنا كلهم الكادر كلها تعب بس أريد نطلع فتش حلو نقدم شي حلو للناس تصدق يعني عندك روح لأصابة تعرفني لازم عندنا روح هاي عشان أنا رياضية أصلا غير أنه روحي رياضية وهاي بس أحب أنه يعني أثابر حتى لو تعباني أقاوم التعب في سبيل أنه يطلع فتش حلو قدام الناس كم مصور هسا عدنا موجودين بالستوديو يقدرون تسوي نزالوا بس أحب أن أقول لكم بطالة العراق والعرب والثانية على العالم وآشي أتي أخوفتي الكادر ومو بس طبعا يطلعون الصورة حلوة العمل على الموضي يطلعون المناسبة كانت عندنا تجارب وية سجاة فنصور يعني خطيئة ثلاث عمال واحد سنة هاي عد يعني تمثيل مو فالرابع قالت لا خطيئة عوفها بلال وخرة هذا زين الرياضة ساعدتش بالدور أو بالتمثيل تطيمرونة مرونة بالحركة أكيد طبعا شوف الرياضة مرتبة تقريبا بالفن لأنه الشخصية والإنسان الرياضي أو الشخص الرياضي تكون من سجموية الفن لأن اثنيناتهم يعني يتمتعون بالروح الرياضية سواء الفنان أو الرياضي فأني من خلال الرياضة تجربتي بالرياضة قدرت أنه أكون مرنة وسهلة مو بس أنه حركتي لا أنه بالتصرفات مثلا تحمل الكلام اللي مثلا ممكن يزعجني فحسيت أنه مرتبطين سويا الرياضة ويا الفن يحتاج لها ذاكرة فرش مو برد جسم مو حتى تحملني بس حلو يصير عندنا اهتمام أكثر يعني هسا أنت دخلت مجرد تجربة بس حلو بعديا يعرفون أنه سجى مثل العالم طبعا كل العالم يعني هوليوود من يعرفون هذا الشخص هو مثلا عنده هذه المهارة بهذه اللعبة نعم يجسدوها بالتمثيل بالدور هو أنا صار الدور ما أليسي تقريبا شبه شخصيتي اللي هي الحقيقية وبنفس الوقت يعني أنت كان حلو لو يطلع لك بقتال يعني أنا أتمنى هذا الموضوع كان طلعت سجى كان قال لماذا جاب وسجى لأنه هيتش يبعدها مهارات صحيح لأنه تعرف الشون الشخصية هي الثانية مالتي اللي بالمسلسل مافيا هي يحتاج لشوية حركات خصفة قتالية فنحنا تعرف يعني شوية الوقت أدركنا ما قدرنا اللحق نسوف هذه أشياء نضيفها فبس مجرد السلاح وحوارات طلعت موهبتك اللي هي متميزة عن غير بنات بس هي تقدم عمل جديد بإشتن شوية زين سجى مثل المقال بلال لهم التمثيل هاي كانت تجربة وفرصة مهمة اليوم سجى شون رح تشتغل على نفسها أكثر بعالم التمثيل رح تهتم بمثل ما مهتم وحاب الرياضة أكيد طبعا والدليل أنه أنا حاليا عندي عروض كلش حلوة تقدمت لي بمجال الفن وأكثر من دور بس الأدوار اللي يجتني تقريبا نفس الشخصيات يعني نفس الشخصيات اللي أنا سويتها بمسلسل وطن دور يدل على الحدة والقوة يعني استغراب وطن ليش حاطي لهذا لأ ما هو شخصيتي يعني لو قلها هيتش فكلش حاب أنه أمثل هي دور قوي لأنه صراحة ما أحس نفسي أنه بالدور البري الملامح حاد ما تحوح أنه أوكي سجع أنتي فاهم الشكل فاهم الأشياء اللي ما يستش عن غير بنات أكو هواية بنات يتخوفون من دور البنية القوية أو الحاد أو الشر يعني اللي يمثل الشر بالمسلسل إحنا مرة ننكره إحنا هذا أول ظهور إلنا إحنا هذا الثاني ظهور مرة أصلا هي سجاة أنا عرفها شخصيا أحلى شي أحلى عندها أحلى شي أنه تنكره هي كل شي تحب تنكره هي شخصيتها هي شخصية الإنسان الطيب الفقير كلش وشخصية الإنسان الحقير كلش النقيضين النقيضين عفية فهذه يعني يا أموار سأكون بهذا الدور يا أموار سأكون بهذا تنذكرين تسجلي بصمة حبيت أن أكون بالدور نجحتي كل شي فرحنا بيتش صراحة يعني أنت مشاهدتش حلوة خاصة نلقى الناس وهذه التفاصيل وتستاهلين ويشكلون فتحضور في رمضان سواء كان بوطن أو بمسلسلات الباقية نشوف تشبيه أعمال جديدة ونتمنى لك كل التوفيق حتى تكملي الامتحان شهم آسفين عندك امتحان وجبنات لا عادي بالعكس يعني صراحة كلش فرحان أنه أنا جيت برنامج صباح لأنه كلش حاب البرنامج وأنا من متابعكم بالمناسبة لأنه برنامج لطيف خفيف يعني شارعيتي وفقرات كلش لطيفة حلوة شكرا نتمنى لك التوفيق بحياتك وعملتك القادم وهم بالامتحان هسلي بعد مستقعة شكرا جزيلا مشاهدين احنا حلقتنا انتهت لهذا اليوم نلتقيكم لأحد بإذن الله نتمنى لكم أطلت ونهاية أسبوع طيبة عليكم وعلى عوائلكم إذن مع السلامة موسيقى